بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً رح أطالب بتخصيص ساعة في جلسة مجلس الأمة ليكشف عن قضية الإداعات الأسماء التي تضخمت حساباتهم والمبلغ الذي أودع في البنك وكل الحقائق والمسندات والأدلة وأنا مسؤول عنها وذكرت دائماً وعد للحر دين نرح أكشف هذه القضية اليوم المسألة عند مجلس الأمة بالنسبة للتصويت لكشف كل الحقائق وأنا أتحمل مسؤولياتي وذكرت رح أكشف من تضخم حساباتهم بالإسم والرقم المودع بالملايين وهم نواب في مجلس 2009 وحصل التحقيق في مجلس المبضل فبراير من سنة 2012 ورداً على المجلس المنحل له 2013 بتاريخ 14 آسف 19-11-2014 عندما قالوا هالكلام مصحيح وعاروا عن الصحة بالنسبة لكلامي أقول أنتو اليوم ضللتو شعب الكويتي ولم تكشفون الحقيقة وكانت اللجنة في سنة 2013 سورية شكلية لا قيمة لها أساساً وبدليل وين قضيت لداعات بناء على اللجنة التي شكلت من قبل المجلس المنحل الماضي فرح أقدم كل الأمور لتثبت واقعة صحة كلامي وتحديداً الجلسة في 19 نوفمبر 2014 عندما خرجوا تكلموا عني بالاسم وقالوا كلامي مصحيح اليوم أنا أتحمل مسؤولياتي وأذكر كل شي بالسند والدليل والبرهان وأي شخص بيقدم ويحط اسمه بالطلب بقولك لا توقع قبل أشوف الدليل لا تحط اسمك قبل أتأكد من كلامي لن أقبل أي شخص يوقع معاي إلا أن يتأكد من صحة كلامي رح أوريك الوثائق والدليل والبرهان بالاسم والرقم المدعف في البنك لا نقبل إطلاقاً المشرح تتضخم حساباته وهو نفسه يراقب على الحكومة نقول من وين لكم هالملايين أنا أقول لكم كل شي قلته بالسابق رح يتم كشفه بالدأدله أبين أن الموضوع ما هو موضوع تجارة ولا موضوع عقار أنتوا استلمتوا كاش نقدي استلمتوا وحطوا إيداع في البنك وهناك تصريح واضح من الناب العام بتاريخ 18-10-2012 وذكر الآتي أن لا عقوبة طبعاً إلا بنص والنص هذا مفقود وعلى المشرع إغرار قانون كشف الذنب المالية وتعديل قانون الجزاء وقسيل الأموال طبعاً أنا قدمت هذا القانون في المجلس السابق والمجلس الحالي منع تعارض المصالح يمنع منع ماتن وتعتبر جريمة إذا كان هناك مصلحة بين النائب ورئيس الوزراء النائب أو أي وزير لا يقبل لعطايا ولا كاش ولا شيكات ولا أي مصلحة تفصل العلاقة ما بين النائب والوزراء تكون المصلحة العامة فقط ولا يوجد مصلحة شخصية لذلك أقول لنواب الأمة من يريد أن يوقع الطلب معي لازم يتضح ويتأكد من صحة لدلة أنا أقول لكم كل شيء وأنا مسؤول عن كلامي عندما قلت أن هذه القضية حقيقية وشكلت اللجنة في سنة 2012 وأيضاً قدمنا كل الأمور لدوان المحاسبة فأثبت أن كلامي اللي قلتها في السابق هو نفس اليوم ومن يقول هذه القضية غير حقيقية خل اليوم يوافق في مجلس الأمة بشرط تكون جلسة علنية وأنا مسؤول عن كلامي رح أذكر الاسم وأي بنك أودع فيه بالإضافة إلى رقم المبلغ للملايين أقل واحد خذ سبعمائة ألف وأربع نواب خذوا من مليون إلى مليون ونص ثلاث نواب خذوا ثلاث ملايين نائبين خذوا أربع ملايين نائب خذ ست ملايين ونائب خذ سبع ملايين ونائب خذ تسع ملايين وسبعمائة كلهم راحوا إلى النيابة والنيابة حفظت القضية النيابة لا تبرئ النيابة قالت هناك نقص بالقانون المحاكم من تدين وتبرئ لذلك نقول حق النواب اللي تضخمت حساباتهم 13 في مجلس 2009 ليش ما طلحتوا قرار الحفظ ليش ما طلحتوا قرار الحفظ لتكشفون الحقيقة للشعب الكويتي وأيضا أبي أختم وردا على مجلس 2013 عندما البعض منهم ظلل وكان يدلس بهذه القضية وكان يقول ليش رياض ما يطلع الحقائق اليوم أنا أقول لكم راح أطلع كل الحقائق ولكن بعد توقيع الطلب وبجلسة علنية رح أقدم مجرد ما يكمل الطلب رح أقدم فورا ونسأل الله التوفيق